رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه السؤال الأبرز اليوم نحن أمام انتخابات أو لا ومن بعد اللي صار مبرحة بمجلس النواب وأصار الرئيس مقاتي أنه ما يقدم استقالته وحتى أصار الرئيس بره ما يكون في طرح السقة بالحكومة وبالتالي كأنه حفاظا على الانتخابات وكان في إحاء أنه ما في انتخابات أو في بعض الأطراف بدأت طير الانتخابات مين هي هالأطراف يلي بدأت طير الانتخابات ومين هي الأطراف يلي حريصة أكتر من غيرها على الانتخابات وهالي الانتخابات هي بإرادة محلية مطلقة أو هي مطلب خارجي سقط لنعرف أكتر رح نكون بحوار مع مدير مكتب الأحصى والتوسيق الخبير الانتخابي كمالفغالي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سؤال عن جاد عم ينطرح من مبارح لليوم كانت مبارحة شوي هز الأمور كانت راحة إلى الانتخابات مع استقالة الحكومة وكان في حدا عم بقول أنه لا طرح للثقة لكن ليش ما تقدمت استقالتك يا دولة الرئيس شو عم بصير بالكواليس استاذ كمال بموضوع الانتخابات ما لهاش تأثير لأنه فيها حكومة تصليف العمل هو على الرئيس المميقاتي أنه أنا جاي لشغلتين جاي أمن الانتخابات النيابية وأمن التوافق أو التواصل والتفاوض مع صندوق النقدة والي فبالتالي هايدي وزيفة الحكومة وهو بده يستمر فيه عم بحكي بالنسبة للانتخابات ما كانش معيار موضوع الانتخابات هلأ موضوع تأجيل الانتخابات مين مستفيد مينش مستفيد موضوع بينطرح لأنه هالانتخابات اللي واصلن له خلال شهر ونص عم محاطة بالظروف كتير استثنائية أو خاصة أبرزها الانهيار الاقتصادي اللي أصاب البلد وفقر الناس ويلي نتج عنه حالة غضب شديدة فيه يقول لحد درجة درجة إنه عند الناخب اللبناني نهارة المنظومة بعقل الناخب نهارة المنظومة المنظومة العزيب التقليدية اللي هي بالسلطة ومش ملاقبة ديلا يعني هدا اللي ضايع يعني مش ضايع إنه مش ضايع عنده حالة غضب على الحكام الحاليين اللي صار فيه إنه نزل وفقر وكذا مش عم يعملوا شي ولا في خطة واضحة صار سنتين تجارب تجارب راحل احتياطي فمفكر إنه بدوش ينتخب كان عم بيبين وقت عم نسألهم يعني عملت دراسة أنا بكنون الأول 2021 كانت كتير مبينة وواضحة حالة الغضب عند النزل البزاج العام يعني إيه بدوش ينتخبه بواد نسألهم ليش بدوش ينتخبه بيتشكوا من الأوضاع الوصولة وبيقولوا إنه بدنا منطر نشوفوا زرقينا شي جديد يعني هيك مكنع من روح ننتخب من هيك انت عم قول أنا إنه لو المعارضة أو قوة التغيير أو الثورة يعني اللي عندها مقازك عديدة قدرت كانت تتخطها المقازك وتتقدم بلاقحة وحتي عم تداد الوطن بزيت الاسم بزيت اللون البرنامج كانوا بياخدوا أكتر من نص المجلس أكيد لأنه هيدا الناس عبروا عنه هلأ معت الاقتراب من امتهاء فطر التأريف اللوائح عم نتأكد من مش هيدرو يعملوا هالشي لأنه فيه كتار منهم سجلوا لوائحهم كل واحد اسم خاص فيه وكتار مناطق مع خلافات داخلية يعني كل يوم منقرأ كلهم عندهم خلافات وما حدا بتتفق مع حدا وللأسف يعني كل واحد عم بي سابق التاني على موقع يعني ما في رؤية واحدة بالموضوع بالزبط يعني ده اللي سي إنه فيه مناطق رايحين مزيدين على المنظومة بتقليف اللواهي يعني هو التقليدية هلأ عريد شغلي على الطريق أستاذ كمال بدك تسمحني أنا جاية شفت هايك ببانو كتير كبير مبعرف بضحقه مصاري بس لفتني جدا صوت ضدن هني خربوك هني 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 طيب أوكي أنا بدي صوت ضدن بس وقتا تكون إسمكن هيكي ليش بدي صوت معكن أنتو يعني ما حدا عم بقدم حاله هو عنده برنامج عم بقدم حقده كراهية وخلاف مع الآخر طيب أنت قال لي شو ليش بدي صوت معك؟ ليش بدي صوت ضدن؟ أنا أوكي بدي صوت ضدن مسألي ليه بدي صوت معك؟ عم تعبلي تماما عن المشكلة فعمليا الناس مش حابين يصوتوا معهم ومش راح يصوتوا ضدن راح يقعدوا ببيوتهم فعمليا راح تيجي النتائج شبيهة بالوضع الحالي يعني حزب الله بيجي معه أكترية ميابية ويمكن هالمرة تكون أكثر ميساقية لأنه مش بس الأزمة الاقتصادية كمانا الأرباك اللي المنظوم يعيش فيه أو الأعزاب التقليدية وصل لدرجة خروج الحريرة من الحياة السياسية مش إنه إخد موقف إنه تيجي عملوا حش دعليقات أو لا فل إلا أنا فلل ما بقاش بدي ما نجحتش وصار عندي مشاكل عائلية وخسرت مصريتي فل فل المعزوه مش فلل قوية ما كانوش الجماهير اللي حينو لأنه كان تيار المستقبل عامل تراجع 70% من قوته يلي أساساً كانت في تراجع قراءة انتخابية عزوف أو فينا نقول تعليق العمل السياسي لرئيس سعد الحريري أو هو كان تقاطع أرقام مع مطالب سياسية خارجية مع أكيد فيه موضوع السياسي أنا لخصتهم بجمعي أحكيك أنه وأتبعون أنهي المنظومة من مؤشرية تخرج المستقبل من السياسي أحكي أنه كانت راجع 70% أكيد فيه كل المعطيات التانية المحيطة أنه كان فيه يكون متراجع وكفة بالانتخابات بس فيه موضوعات سياسية فيه زروف ذاتية يعني ببطل بده بس عملياً عمل هاي كماناً فراغ قوي فعملياً حزب الله وحلفاء ودايمة والحزب الله يعني هني كل قوة 8 أدار قادرين يخلوا الانتخابات بالجغرافيا السنية بسهولة أكتر بشأن لنخصم بوجهم ويربحوا ويربحوا كثير ما قاعد يعني عملياً بيكون هزب الله خلص الانتخابات فيه شد عصب سني اليوم عم بقول انه فيكن تصوروا صوتوا لا أصوات أو مرشحين كانوا بطيار المستقبل بس نحنا ما نحن ترك الفراغ هيدا مش شد عصب سني يكون يعني بس ندي يقول لا لتعليق عمل سعد الحريرة نعم لحضورنا نعم نعم الكتلة لو صغيرة بس حاضرة منش مش بإطار شد العصب يعني هو وقت فل الحريرة بيّن كأنه نسحبوا السنة من الحياة السياسية فقام بعد نواب المستقبل ترشحوا بصفة شخصية لأنه ما قال نش منهم ترشحوا الكريم كنت متميزة عن غير أنه ترشحوا قبل غير مناطق بغير مناطق ترشح روز منهم البعض اضطروا يستقيلوا من الحزب ترشحوا الرئيس سنيورة إجا بلقاء عند المفتي اللي عم بيشجع المشارك ضد المؤاطع حسنا ما يصير مثل وقت المسيحيين قاطعوا قاطعوا واجوا ترشحوا اللي مش مؤاطعين وقدروا نجحوا بأصوات قليلة فتحشين لهذه عميدة إلى المشارك رئيس سنيورة إجا محاول أن نعب الفراغ كمان أكيد استضم بأن الأرض مش محمسة يعني الناس مش محمسين أساسا رفضين الأحزاب يعني عند السنة أكتر من غيرهم لأن بالشمال ما حالما فيه أكتر عدد ممكن من السنة مناطق فيها حرمان وفيها فقر والزعمة تبعا السنة كتير أغنية وأهملوا القاعدة بفترة الأزمة يعني ردة الفعل أكبر هي موجودة عند كل التوقف الناس اللي أبدو في صوت والزالين بس بالنسب متفاوت يعني عند السنة أكتر شي بركي توصل للستين بالمئة وأكتر شوي عند المسيحية خمسين خمسة وخمسين عند الشيعة عشية ثلاثين خمسة وثلاثين بس ما كل ما نرى انت خيبت بدي تنقص بس مش هي جاء مثل المارك الماضي وهلا عم تحكي هو مش شد عصب هو موقف سياسي عقلين إنه ما مناش نقطع مناش نقطع الفراغ بس مش شد عصب ترجع تنزل الناس عصب عشو العصب بيكون حكي طائف الله يعني عم يعمل هاي كان من خلي شذب الله يجي هو ياخد السياحة السنية بارك هاي دي تعمل شوية تشد عصب كالخطاب هده هدف هو بس مش هي يعطي النتيجة لني عم يتوخ هو لأن الناس عوض على الاجتماعي غض بين لأن ما عايش ومع تشير وطعم طبعا بعد كمان ما حسش الأزمة كل يعني بعد سيارته ماشيت برد ما تخرب برد تلفزيون ما تخرب كل ما يصطدم لشغله من هالنوع رح يحس أن الوضع ألأم وهلا كل ما عم يتقدم الانتخابي ضد سوق الوضع أمام هذا الوضع شوية خاص أنه أزمة اقتصادية وانسحاب المستقبل اللي هو مش بس أقوى حزب عند السنة يعني الزعيم تباقوا 14 أدار يعني كانوا كلهم بيلتفوا حوله هو بيترقصهم بهذا الواقع بتساءل واحد أنه الدعوات اللي عم تجي من المفتي ومن الرؤساء مئاتي سنيورة للمشاركة وعدم المقاطعة إذا رح تكون كافية للناس تشارك أم لا يمكن يكون هوا في حسب ما عم بسمع في استراتيجيتان سيعتمدوا وحدة أنه نعطل الانتخابات نعطل الانتخابات في طرق كتير هين بيأضربوا القضاء بيأضربوا أساس المدرسة بينقطع البنزين حتى هو فيه كتير مشاكل بعض من حل يعطوهم مساري بس كين بدون نعملوا مثلا بدي الكهربال الفرز بدون الشاشة يفرجون المطارات رح تنش يا بدون يشتروا كتير مطارات يا بيش شغلوا مطارات الضيعة فيه مساري لا لا فيش بره بدون كتير موظفين عندهم يدرين يعني يرزون المصاري بدون يتفعون أوتال وسفر وبدون يبعدوا كتير ناس يغطوا كل المراكز هاو دي كل الأسباب فين ياخدوا سبب سببين منهم ويعطلوا ولا ما يكون فيه تعطيل سياسية أو سياسية فيه يعني فيها استراتيجي إن يعطلوا والتعطيل بدون يكون هادفوا وراء خطة عطلوا الانتخابات يعني بشوف اليومين ما عندوش مصلحة بالتعطيل هزب الله تحديدا وضعه مقبول لو كان بدو فيه تراجع عندو بقوتو بالقاعدة الشيائية ولو فيه قص من الشيام الشحي يجو يصوت رح يكون مقضربين عندو قوة استثنائية إنو على الساحة السنية فيش خصم يعني حلافقه بيترشحوا بيأخطوا أكتري كما قاعد بسهولة العمر يلي بيأمن لو كرة كتلة كبيرة فيها أكتري تموير بس فيه أكتبار كتلة سنية يلي ما كانتش عندو فيه وقت يجيب رئيس حقومي منه وفيه يجيب رئيس حقومي من خارجها بس إنو ما هو الأقوى الرأي التاني فإذا بدون أجلوا لازم أجلوا بشكل يوصلوا لترتيب يعني يمكن تكون مرتبطة بأحداث إقليمية التأجيب لأنه إذا أجلوا هيك الوضع بديسوء أكتر الناس راح تغضب أكتر مش راح يقدر يحسنوا وضعا يعني كلما عم يتأخروا الكوة المتضررة من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية يمكن تتضرر أكتر وأكتر لأنه مش مبين بالأفق في حال فيه استراتيجية تانية بتقول خلينا خلي حزب الله يربح الأكترية وياخد كل النوة وياخد كل المجلس ويروح يواجه الأزمة شو بدو يعمل يعني في كمان هذا خيال تانية نحن سنة للأزمة اليوم لأنه حزب الله يمتلك الأكترية من مدد للأزمة مع أكترية جديدة لحزب الله لا بفوته حزب الله بالحياة خليه جي ياخد بده تصير أصعب إدارة الأزمة إذا هو لواحده يعني هلا وعم يتعذبه تقدر يجيبه دعم من بره وكذا بده تصير أصعب إذا حزب الله مستلم كل شي من ناحية من ناحية رؤية للخروج من الأزمة عملية بيكون هدفه اللي بفكر هيك بيكون هدفه تغيير النظام هدى النظام بطل ماشي بطل ماشي تغيير النظام اليوم سمعت إطلاق حزب الله لبرنامجه الانتخابي تسني لك تسمع شي لا ما سمعته ما سمعته يعني فاتوا بتفاصيل التفاصيل بكل شي بالقضاء بالمجتمع بالوزرات بالأشغال بكل شي كان فيه برنامج وشو الهدف نحنا من هذه الانتخابات وصولا لحد دور المرأة يعني حزب الله عم يحكي عن دور المرأة وتعزيز دورة بالحياة السياسية وتفعيله يعني هيدا لفتني كتير يعني يلي عمل هالقات برنامج دقيق من الألف لليه وحكي عن وحكي عن أنه نعدد مصادر التعاطي بالاقتصاد من الخارج بين الشرق والغرب نحكي كتير إشياء الحج محمد رعد يعني حكي بتفاصيل كتير مش هيدا برنامج أنا شفته برنامج المرحلة المقبلة هل قدر ينفذه هيدا السؤال ما طلعت شلايا بس أكيد أنه يعني أن المقاوم من حزب الله يعني مش هني مسؤولين عن الأزمة بس هني ما عرفوش قدروه لأن هني عم تقول هاي بس هول أفكار جديد يعني اللي عدتين انتو كنا قدمين بس أنه سأله سأله من 2018 هزب قال لعمده الأكتري وعمده الحكومات وبعدين بموقت ما بلشت الأزمة إذا بدي كان أنا وقت صارت الثورة ونهارت العملي وفقره الناس وراحت قيمت الليرة ونحجزت أموال الناس أنه هو كان بالسلطة يعني هو الأساس آآ ليش ما عاملش يمكن كمانه هو عم بيعاني ميش يمكن أكيد هو عم بيعاني كمانه من آآ من أزمة النظام برك هالنظام هالآآ تغيير النظام من بوابت لانتخابات النيابية قبل ما يكون فيه مجلس جديد ينظر إلى الأمور بجدية أكتر ويروح إلى أجواء باردة وعلى طولة حوار نغير أو شو شو اللي نطرنا بتغيير تغيير النظام يجدروا يكون بيعبر مجلس النواب يعني أنه عنا دائما كل مرة غيروا ما كانش عبر مجلس النواب زعمت أنه فين يعملوا مؤتمر تجيبوا حتى ناس برات المؤتمر من الراعي الخارجي كل مرة كان عنا يا تسوية يا تغيير نظام ويكون عنا رعاية خارجية من الراعي الخارجي اليوم ما بعض في الجوبة ما عنديش فكرة مش أنه أنا عارف الموضوع عم قلك أنا عم حلل أنه إذا بدون يعلم أنه أنت خبت ليش وإذا بدون الشي يعمل هو ليش لأنك أنت كنت سألت أنه من المستفيد من المتضر عمولي إذا عم تحكي مستفيد بياخد الأكترية أكيد هزب الله مع الحلفة بياخده الأكترية مش هو الهدف هو تعطيل هو أبدو الشي عطله مش مبين هو أبدو عطله مالتلك مالتلك هي الأطراف السياسية السنية يعني عند السنة خروش هزب 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 طيال مستقبل من الحياة السياسية ترك ساحة فاضية لأنه خرج ما فيش وقت كانت يحضره فأيت الرئيس السنيورة لقى أنه كمان مش يادر فوت كانت رايحين هلعبوله حتى السعودية مربكة بعت الدعم بشكل ما رح تبعت أشخاص يجوا يساعدوا يدعموا تركيبه بس كتير يعني الوقت دهامهم كلهم من هيك ممكن أجله رجعت سألت عنها لأنه كمان عندي سؤال بزيط الإطار حكيت عن السنة بس كمان في البعض كان عم بقول الأحصاءات اللي كانت تهدف إلى أسقاط حزب الله في المجلس النيابي من قبل طرف الخارجي اللي هو أمريكي هذه الأحصاءات بطلت ترضي الخارج فبالتالي كمان في أطراف حليفة لهذا الخارج أدرب الداخل اليوم وتعطل ما عم قال لي كني زيت الشي زيت الطرف نا بتحكي المصابة يعني القوات اللبنانية غير حدا يعني كان يعني مسلا قوات اللبنانية تحديدا عنده عشر عشر نايب قوات اللبنانية مرشحه خمسة عشر نايب يعني بقول أنا كتلتي رح تكون وقادروا وقادروا فيه قادروا فيه بخمسة عشر نايب يعمل لكتير يعني عنده أكترية القوات اللبنانية زي عم تحكي كمصلحة انتخابية مش عمليه بتراجع كبير عندهم تراجع طفيف يعني زهن كم نيبين 12 15 بدوني نصورهم كم نيب لأنه هايلي قد فيناش نعرف تتركب اللواه لأنه بعكر بقوته ازاتي حتى زه قريتي نتاج 2012 بشوف انه بقوته ازاتي يمش قدر يربح بعكر بدوني تحالف معحد بعلبك لهم مش قدر يربح له وحده بزحلة على حدود يمكن يربح يمكن لا فمعقول هالمحلات يخسر ما قاعده بشري دامن المقعدين لا بس بشري هونيك بالدير تشمل تربح مرة الماضية ثلاثة هالمرة بيربح ثلاثة يمكن يكون واحد بشري واحد يمكن تنام بشري واحد كورة ويمكن اذا كان نسبة الاقتراع كتير نزلت عند القوة الاخرى هو عنده ما نزلت عند القوة الاخرى يقدر يعمل اربع النور الجماعة الاسلامية منصور البون زياد بارود سركيز سركيز مشيل داهر اسعد نكت بلا ما نعددهم كلهم بتفهم الجو اليوم مش قدر يجعي جمعهم كلهم يعني اكيد هلي يومين تلكم يوم بعدا نشتلت اربع تيام بيين مين التحيل وفات بس مبيني اقل من مرة الماضية التحيل وفات اعظف ان هو قوته ازتية كمان عملي تراجع تقريبا للنص فمن هيك استراكي القوات ما عندنش مصلحة بالتأجيل اذا حدا بدي يؤجل لمصلحة انتخبية هو المستخدم العونية اوكي ده عم بحكي نعم الطرف المسيحي انتخبية عم بحكي الاشتراكي كمين عمل تراجع عمل تراجع بس نسبته محدودة وبتشوف اليوم بالتركيبة الليحم عم نقرأ بالجرايد مختلفة كتير عن مرة الماضية مرة الماضية الاشتراكي عمل لاحة عم نحكي تحديدا بالجغرافية الاساسية تبعوا يلي هي شوفوا علي جبل لبنان الرابع شوفوا علي كان 13 واحد عاطل قوات اتنين واحد من علي واحد بتشوف وعاطل مستقبل واحد ويدو كلهم لقلو هلأ حسن ما عم نسمع هلأ المستقبل فهل من الحياة السياسية ياخدين ان حدا بارك يكون بأجواء المستقبل او انه حدا من خارج الحزب الاشتراك يعتبر يحليف بمقاعد بس مع القوات هيئتهم لاح ياخدوا خمس مقاعد بدل اتنين يعني معناته كمان فيه ارباك واتبقول انه القوة التقليدية مربكة مربكة فعليا وقال كيف بعد انه اربعة ايام خمسة ايام اقتلت اللواح باللبنان انتبع القوة الاساسية اللي هي بين الالان المنظومة مش معروفة مين كنا عادة قبل شهرين ثلاثة ما كنا عاد فيه مين هلأ اذا بسألك مثلا بجزيك كيف رايحة الانتخابات تعفيت جيوبيني ببعبدة بتاع في تجيوبيني هلمسنا عني ممكن ليه تاني ممكن ليه تاني ممكن ليه تاني فكذا محلات مش مبينيني بلشتير فيه مؤشرات بس انه فيه شي اكيد مضمون مضمون استيس كمان فغالي بدي اسأل سؤال حدا سألني ايه وطلب مني اسألك ايه شخصيا او اي خبير انتخابي واتا تعملوا هالحصاءات انتو فينا نعرف بقية قاعدة او معايير بتعملوا هالحصاءات يعني مثلا بقولوا النايب الفلاني رح يجيب بالمنطق الفلاني 11000 صوت ونايب الفلاني بده يجيب 18000 صوت بتروحوا انتو تدقوا البواب على كل الناس تسألوا وتعملوا تقييم او كيف بتجمعوا بتعتمدوا على الارقام السابقة بتحطوا معطيات جديدة بتبنوا عليها قديها مش الخطأ يعني كيف بتشتغلوا ايا انا بخبرك انا كيف بيشتغل انا في عدة طرقان انا بشتغلش بالتليفون بروح بدق البيب اه بتروح المناطق بعدين كيف مندق البيب من ناقق عينة مش لكل الناس العينة قدي بيكون حجمة العينة يعني حسب المنطق وحسب المرشح وحسب المرشح حجم العينة نستعين بنتيج انتخابات السابقة ومناخد عينة 2-2.5 من عدد المقترعين يعني صوت 100000 مناخد 2000 وهو دي 2000 ناخدهم بكل الضياع يعني بنسبة العدد المقترعين فهده نسميها كوتة يعني كوتة هي 2% من عدد المقترعين بالدائرة وبكل ضياعة هلو قد يفوتوا على الضياعة مضروعا للعشوائية فالعشوائية المنظمة العشوائية يعني بس يفوتوا على الضياعة المحققين بينقوا حيلا باب باب محل بات شقة شو ما كان هونيك بياخدوا شخص لو كان مطعم لو كان وبعدين بيعدوا خمس بواب بياخدوا كمان بدقوا على البيب خمس بواب بياخدوا شخص من كل باب واحد ما يكونش العائلة لأنه كتير مرات بيكون العائلة بفكروا مثل بعضهم فبياخدوا شخص شخص من كل محل يعني كوتا بتبلش بعشوائية مية منية بعدين عشوائية منظمة كل خمسة وعيدة بتعطينا نتائج مثل الانتخابات مثل الانتخابات هلو بيصير مرات موجات بيصير تغيير بس كمان فينا نكتشفو إذا عم نعمل دايما وقت الإجلة عون وصارت تصنامي إذا بتتذكر كانت تقلنا تشوائي عم تاخد سبعين بالمية فعملنا استطلع عرائف فجأة صارت عم تاخد ثلاثين أو خمسة وثلاثين قلت أكيد في شي غلط بركة مش مول حدا هيك يخصر برسو جاءت كررت الدراسة قعدت الدراسة عحسابة مش عحسابة زبون طلع أنه كمان عم ينزل أنه كان سبع خمسة وثلاثين صارت ناو ثلاثين سلمنا الدراسة وأعلنت الأرقام فأسسها عمل إرباق كذا حدا نتصل كيف معقول كذا عملنا دراسة وكبر العي جيت عملت دراسة وكبرت العي نزل صاره خمسة وعشرين يعني بسير مرات موجات بتغير بس إنه فينا نكتشفو إذا نزلنا سألنا فمنعبش حسب النسب المقوية هالي بسير مرات فروقات كتير قليلة بسائب موجة بركين هالانتخابات أو أنه موجة شو موجة رأي تقليب رأي موجة رأي الموجة مالية موجة حدث لا هدا شو تسبب تاني في موجة رأي عم بحكي نعم موجة رأي وفي شوية المكانات نعقول بتضيع أنه شي مكانة بتنزل بالليل بتدفع كتير مصاري بتاخد بس أنه هو دي محدودين يعني مش أنه بيغير وشالي معانين النسبة أبقى أشألهم تأثير إلا وقد يكون مثلا ليحتين عم يتزيحموا واحدة عندها واحد ونص التانية عندها اثنين ونص تقريبا يعني بيزيد زيح هذا بيربح معاعد زيادة نعم الزيح بيربح هيداك معاعد من هيك كان مرة الموض يهين أنه كيف عطت نتائج قصة طلعت بيخسر واحد عشر تليف صوت بالديرة بيطير اللاحة كلها سربع ما يعدل لا كل عشر تليف أو خمستاشر أبسط تربح معاعد زيادة فمش سعبة تكون هي مش الخطة خمستاشر ألف إذا واحد تشغل مزبوط فأنا عمل لي ولا مرة بيكون هالأدية يكون هي مش الخطة كتير أقل بتتغيش النتيجة أستاذ كمان لوجستيا بدنا نروح لوجستيا يقال هو الأصعب اليوم وهيدا ما حدا عم يحكي بارح يمكن أخذت حصة وزارة الدخلية تكون في تدبير للأمور الانتخابية حصة مالية لكن من وين بدو سير في تدبير إذا بدنا نشوف اعتراض للأساتذة في اعتراض على النقل في اعتراض على حضرتك قلت على الخارج يعني تصويت الخارج لحد هلأ ما بيعرفوا يمكن المصوتين بالخارج بيام مناطق يعني حسب الدولة حسب المدينة حسب هذي كلها مش واضحة نحن عم نحكي عن فاصل شهر و17 يوم مش بالنسبة للخارج فلمت انه في ليل كمي يوم بتصير جهزي لوية بينعرف كل واحد بصير قدر يعرف هو بأي مركز بديو يسوت يعني أبداش كتير وقت قريبا بيطلعهم تجهيز المراكز وتأمين لأن المركز على اليدو يكون في ديبلوماسيا فيوني ياخدو من بره يواصفو ناس محليا أبعجزا وفروا أمنولا بدي كتير مصاري معنش فكرة بديك تسأل الوزارتاء الداخلية والخارجية يعني عن هالموضوع بالنسبة لهون أكيد فيوني عملوا وين شو ما كانت كلفتة إذا كان بدون يعطلوا فيه موضوع قلتلي كيفين الأساسي عم بيطالبوا بدون شي زوجة أبيعطهم شي أبيعطهم شي زوجة بيقادر بول راحت الانتخابات سمعت أن الأدار كانوا مش عميق بلي روحوا على الجين القايد طبع طيب هذه بتروح بتروح مشكلة الانتخابات يعني اليوم تعافي أنه الدولة عاملة ترتيب يعني من قريبه أنه موظف بيجي مرة بالجمعة بعد إدارات بيجو مرتين ثلاثة ولو ما حل عم يجو بتويم كامل الجمعات شغالة يعني كتير من قريبه لأنه لو راحوا ما عندنش مزود طيب دور الموتور ما عندنش أو التدفئة يعني ما عندنش وراء ما عندنش في مشكلة كبيرة بلد عمي نهار بلد عمي نهار نعم فيه كمان الانهيار يكون خارج رياضتهم للانتخابات هالي كمان تنعطولي أنه بركي كان الغرب يلي ريه أنه بيساعد المجتمع المدني شوية بيشجعون يعمل تغيير وكتشف أنه مشاهدوا ريه عم تغيير يفكر يأخر الانتخابات بس ما هيدي مخطرة أنه كل تأخير أخر يغير معادلة أو أخر نطر تغيير النظام يلي حضرتك حكيت عنه كل تغيير بالانتخابات رح يصير وضع اللي هلأتني خسرونين رح يخسروا أكتر فالاحتمال الوحيد اللي بيأجل بأسباب أخرى هو إذا المفاوضات تبع النووي المفاوضات العالمية الكبيرة هيدا تعرقل تنشي تغيير بالمسارات نصار ونربط بالتطور النووي الإيراني هو وقف إطلاق النار والعمليات على اليمن من قبل التحالف في السعودة تحالف السعودة وبالتالي البعض عم بقولوا أنه هيدا الخطوة تتجي بهيدا التوقيت في إلى إشارات معينة بالملف النووي الإيراني قديش مرتبطة قديش مش مرتبطة ما بعرف جاوب على هيدا السؤال بس بعرف أنه في تطورات صارت وعم بتروح واللي عم بسير بفلسطين كمان مش هين إذا منطلع بالخارطة بالمنطقة منلاقي أنه مش هين هيا لازم نرجع على سوريا لأنه إذا ربحة روسية بأوكرانيا يعني سوريا رح ترجع تقوى هون وتصير هي الأساس يعني عنده رؤية يعني أباش إذا رؤية ولا مشو يعني عنده مصلحة وانتهزية كده بس عملك أنه كيف بيردت الأشياء ببعضهم يمكن تكون مربوطة الأشياء الحكت نعم عملك نان حكيوني الولي هيك نان سياسيين بس التحليل يعني التقى إنه أحداث للبرة بدي تطرك تأثيرات يعني ونحن فق أزمتنا الداخلية إنه راح تقيم تلعملي ونحجز وأموال الناس وكلها المشكلة إجت كمان الكورونا يلي هي عالميا سببت بكتير غللة مواد نستوردة مثل الخشب والحديد وكتير شغلات وإلى إجيكي حرب أوكرانيا كمان بدي تزيد يعني عم تضاعف الأزمات عنا وعم بتأثر مش بس عنا بكتير محلات بالعالم عم بتأثر هالحروب الأسس الأقليمية المفاوضات اللي عم تتم اللي خاصة بسلحة النوبة أكيد يكون إلا أنعكسات أكيد بديك تجيبي بس خبراء ويقدروا يكونوا متابعين التفاصيل أكثر يعني يدتوا قديش يعني قدر الخارج يكون إلو تأثير بالتعطيل أو بالدعم بالمواكبة بالإشراف يعني شو بيش كيف بيستفيد من التعطيل أنا لك اليوم التعطيل بلا ما يكون في استراتيجية بدل بدل المشاكل تتراكم عليهم إذا عم بيأجلوا كلمة يستفيدوا رح ينضروا أستاذ كمال بعد 17-20 كان بدلوا انتخابات مبكرة فورا بعد أربعة كان بدلوا انتخابات نيابية فورا اليوم واته يعني صارت الأمور مش متل ما بده يعني فيه قول ما بديها لها ولا فورا وبأجلها شوي هالأي اللي اللي استضرموا فيه عشان بحكي الغربة بحكي المشكلة هون لأنه مش دايما الغربة بيطالب الناس كانت عمطلة لأنه حقدت على الناس اللي هن بالسلطة ووصلونا هون إذا بالسلطة حاليا ولا قبل شوية ولا تشارك يعني بيتداولوا السلطة بالإبنان باقي أحداث أكيد عبروا أنه بدون التغيير بس هن الناس اللي بدون يجوي غيروا بمأزق كبير كيف هالمنظومة تاريخية مع السلاح والسلطة والمال ومربكة بخوض الانتخابات وبتأليف اللوائع طب هن تبع السورة أو كوة التغيير را عددلك داش عندهم أربكات أول شي بتدسر للسورة شي سنتين وشوية ما عندهم شوية بعد كان انت شوية تقوله مش تعال مردني انا بقلك ثورة تغيير كان لازم يجو يقوله نحنا كوة تغيير نحنا ثورة نحنا حرك ويحط تعريف بهذه المصطلحات ويجبروا الناس تستعمل لأ والوسائل العالم لا الواحد وقت يعرف عن حاله وبدو يلتزم الاخر يعرف عنه بما تعرف عن حال بالزبط يعني عندي ما فيش محدد شوية ما افرز وش برنامج هلقد معقدي يعني ما انتو جيتوا نتيج هذه الازمة ما كانش فين يتفقوا على صفحة مش متفقين فين بالايديولوجيا السياسية مع المقومة السلاح هو المسؤول الأول عن الازمة اخرين بيقولوا لأ السلاح ضمان ضمان وعامر ردع مش بس لا اسرائيل متعتدش لنا عامر ردع ما يعتدش على ايران كمين لأنه بيقدروا يردوا عليهم هون هدا موضوع خلافة عنده موضوع خلافة بالاقتصاد أنا ما انت مع البنوك مع اقتصاد موجه ولا اقتصاد حر بالمطلق ولا حر بشروط يعني كذا وجهت نظر وعندك اسوأ من هيك كتير الخلاف بالانانيات بتشوف اساسا من عدد المرشحين مسلا هن بيزهنن من تجربت اكتشف ولا ان المقاعد الاقليات هي بدها تربع صار كل معد اقليات الى عشرين واحد خمست عشر واحد كتير هل هي وقتها كانت فيها تكون مظبوطة بس بش دائما مظبوطة يعني اليوم ملناش مظبوطة حاليا ليش تقو مظبوطة لو ازا اخدنا سان ناق دير ابديك بيروت التاني في ست سنة عفوا وفي البقوي اقليات خمسة مش اقليات الشيعة مش اقليات في ست سنة اثنين الشيعة الاقليات ان مارونة 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 انجيلة ف مرت المعجي مثل ما كان المستقبل موجود او تيار مستقبل موجود اوي وفي المخزومة اوي وفي الاحباش يعني بتجي بتعدي عندي ست سنة معروف مين بده ينجح من قبل الانتخابات لانه قوية وعندهم كتير اصوات والشيعة معروف مين بده ينجح بيضلي فيه هدوكي تلات مقاعد يلا فينش كتير اصوات بس اليوم اليوم مين بده ينجح بالسنة اكيد المخزومة لاحة سرية يعني هي ارهبية مين ايه فيها الشخصيات اكيد رح ينجح ما بعرف عم بسأل انه في لاحة في لاحة دعمة وفي لاحة نبي البدر نعم متحالف مع جماعة السلمية اكيد رح يربحوا يعني مش متل مرت الماضي يعني ما في شي محصوم اكيد في شي محصوم امناج رح تاخد العتبة ولا لأ هي لاحة الناس هيتجوم ولا لأ هو المحاولات اللي صارت طلع بيانات من المستقبل كأنه طلبت من الناس انه ضمن انه ينتخب مايروحواش صوته اليوم الحريري او المستقبل بيقول انه هالناس اساسا يمكن فيه 40-50% حردانين وبدن يقعدوا بيوتهم لانه غضبانين على المنظومة وانا وقت في اللات يمكن عملت ارباك في مناصري المستقبل 20% فانا بعمل حالي انا بدي قاطع فالبقاطع وخمسين ستين منوية لو كأنه شعبيتو في عمل هيك يبينه ودقوته في عمل هيك استراتيجي يعني يعني مش اكيد الاقليات ربحنين هالنا عم تقولي في ليحة بدا تتألف بسمع فيها ثلاث طبعا اي عم نسمع عم نسمع بدا تربح شو ربحت مقعدين صاروا ثلاثة وربحت يديك مقعد صاروا أربع طب بعد في مقعدين سنة ضعاف ومش ماروش من دخول في قصة الأرقام كل ما ارتفع عدد تشكيل اللوايح كل ما البعض بقول عم بترايحوا اللي بدون يربحوا يعني كل ما توزعت اللوايح كل ما اللي محسومة الربح لقلون عيدة شي اضافة يرتاحوا قديش هالكلام دقيق يمنية دقيق لانه تتشتت الأصوات يعني مثلا القوى الثورة في مناطق فيها ثلاثة واثنان واربع لويح لقلون كيف ها هايدي بدي تسبب انه ميربحوا شي أو يربحوا مقعد يعني لأنه منه مش كتير قوية يتقصوا ملعدي في مناطق فيهم ينقصوا مليحتين ويربحون في مناطق مش يذري خذي مرت الماضي مثلا مش الثورة تعطيكي مثلا خذي الجنوب الثالثة ربحة لاحة حزب الله والحلفاء 11 مقعد كان عندها تسع حواصل كان حجمة تسع مقعد هذوك الست لويه ضدها تشتتوا الأصوات ظهروا برا خذي اشوفوا علي لو كانوا لاحة وحد كانوا أخذوا حاصلين اشوف علي تلاتي وتلاتين ألف صوت تحت العتبة ظهروا برا اخذ جنبلات سبع حواصل ربح سبع مقاعد أخذ تسع نوب نيبان زيادة بأصوات اللي تشتتوا والعونية ورسلين ربحوا تلاتي حواصل أخذوا أربع مقاعد يعني تلات مقاعد مش بالكسور أخذوا تلات مقاعد محل اللي ما تمثلوش يعني أخذوا للمقاعد طب هالمرة حسوف يشوف علي المجتمع المدني توحم عم يقروا هيدا الاشياء عم يقروا بس ما قلتلك فيه مشاكل متعددة وأموها براح مرت الماضي كان عامل اللي حلا وحده كان نقصوا كمية صوتين حلمر لم تحال فوق طال الاسلام والعونية مبدئيا والقومية يعني اللي حا أكيد رح بيكون عندهم حاصل يعني هون زادت اللي حا الشي اللي كان ضايع مرت الماضي فعمليا أبقش فيه 300 قاعد رح يديهم بارك يكون فيه 2 لأن القوة للتغير إذا التقموا مع بعضهم بيربحوا على القليلة على القليلة اتنان وفيه احتمال ثلاثة إذا قصم وليح تاني ممكن يربحوا واحد يمكن لأ فيه نشاء لقليك تتكون بتلويح نشوف كيف قوة وطلوها بصير واضحة نعمل إحصاءات أكتر ووقت تركب الناويح بصير في ضغط للأحصاء يعني كل واحد كيف كل مرحلة الأحصاء له هدف يعني وقت نعمل الأحصاء نحن قبل الانتخابات كم شهر بكون الحزب عم بيحضر حلو عم بيحضر مرشحينه عم بيشوف وين جغرافيته فبيعمل دراسة تيشوف النبض الانتخابي الجغرافية الانتخابية وين فيه تقدم وين لقى وقت اللي بيبلش بتقرب الوقت بنعمل دراسة على الأسماء تيشوف مين الأسماء الأقوى تيقدروا يتحلفوا دراسة كمين بيبين نقاط القوة والضعف تبع كل طرف اللي عنده نقاط قوة عم تتحسن يعني بيحسن بكفي استراتيجيته المعتمدة إذا لقى عم يتراجع بيغير استراتيجية شو نقاط الضعف تبع الخصم قوة بيقدر يضرب خصمه أو المنافس تبعه يعني نحن بعد كم يوم بتغير هدف الدراسات هل قوة الأساسية بالمرشحين من أقوة من أقل قوة تايكونوا لوقحهم منه المرحلة المقبلية اللي بدا تيجي بعد 3-4 أيام تصير عم ندرس نقاط القوة والضعف فبيعرف إنه الجغرافيا بل محور بيعضيع وضع ضعيف بيعسن كيف نشتغل كل فترة إلى هدف الدراسة وبتعطوا رؤية شو اللي بدو يشتغل أو بس بتعطوا حسب إذا أنا كنت عمدير الحملة الانتخابية بعمل استطلاع الرأي أنا أعمل تحليل وتأييم الخطة اللي معتني مدى وستراتيجية بغير على ضو إيه بس أنا ما أطلب مني بس استطلاع الرأي أعمل استطلاع الرأي استاذ كمال فالي بعد هيتاني مرة عم نخود انتخابات على هذا القانون بعد ما خلصت الانتخابات بس من المرة الأولى ومن المجريات ترشح اليوم بتقلنا هذا القانون أين نقاط ضعفه أين نقاط قوته بعد بقول إنه إنجازة عملنا النسبية بعد بقول أسوأ أنواع النسبية نحن عم نقوم فيها بعد بقول إنه انتقلنا إلى خطة المشاركة وما يكون فيه وحدة الرأي يعني إنه الأكثرية مثل ما حضرتك قبل شوية يعني بيكون أخذ أكتر من حاصل بس لأنه سقطت الليحة بيسقطه الكل وبيسقط هيك شو نقاط ضعفه أوتو هيدا الأنون وإذا بده يتطور شو التطور المثلي تيكون في أنون يعمل تمثيل صحيح للبنان نقاط القوة أو الجانب الإيجابي فيه إنه نسبة بطل يلغي الآخر يعني بطل تل أم المعارك إنك شو أم المعارك إنه واحد بده يربح كل الديرة مثل زحلة أم المعارك يعني بتغير أشتري صوت من برا أو بيطبق عشت أشتري هما كنوش ما ويسر ما أو خمس أشتري بيربح كل اليوم بقش في من هيدا اليوم في معركة أحجيم يعني بده جيب كل خمس عشر ألف صوت تربح مقعد زيادة يعني بقش تحرز هل قد استثمار مصاري كلمة أوفر يعني إيه أكيد أوفر يعني أوفر عليك إنه يسفو كتير مصاري لأنه يسفو كتير أكتر تغير المعادلة وهيدا شي منيح هل الملاحظات السايقة علي كمان عديدة يعني أبرز وحدة منهم أنا بشوفها من هل تنكون نحن على البنان دقرة وحدة اللي هو الأفضل لازم بالدوائر الصغرى والكبرى يتركونا الانتخب بكل الدقرة الكبرى الصوت التفضيل إذا أنا أكتين بسي حزب التشناك أنا حزب التشناك وأنا مثلا بالبترون وبدي يسوّب مثلا لوحد مرشح التشناك مسيقب بصغر مثلا إذا في أليس 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 أخدي مسأل أهيا أنا مثلا أومي وأنا من البترون المرشح بالبترون المرط الماضي كان بطرس حرب هالمرة جوزيف نجم يلي هو مردة وأنا فيتش نتخب الأومي يلي هو بالكورة إذا كنت أنا متحلف مع فرنجية وإذا الأومي القصمة التانية متحلف مع العونية يعني راحة رحيت النسبية لأن هي النسبية بيسموها بكل دول نزام الأحزاب أو نزام اللوائح يعني الصيغة اللوائح الصيغة الأحزاب هون لغوا رحية الحزب هنا لأن واحد فيش انتخب حزبه بذات الدائرة تانية مشكلة فيها التوقف يعني مشكلة بكل شي الطائفية من الحياة الشخصية الزوجية القرس هادي كارثة الطائفية يعني ومن عكسي على السياسة بقوة تالت شغلة حجم الدوائر يعني دائرة العتبة 20% مثل صيدا يعني 500 قاعد عم تقسمي المقترعين ع 5 20% ودوائر تحت 10% وديك 11 مقعد 13 مقعد بتصير 7% يمكن كمان مناش كتير دقيقة متوازنة عفوا عفوا دائرة مثل الأشرفية 5000 العتبة وفي دوائر مثل عكار بعد دوائر صور 20 ألف العتبة الكورتة الانتخابية أو الحصب يعني الحصب انتخابنا فهدا كمان حجم الدوائر هدا يعني أجل من سبب التواقف طبع تقسم في يعني أسس ما خصنش بالنسبية هني كمان مشكلة لبنانية موجودة بتوزيع الطوايف يعني المقعد على الطوايف يعني مثلا النجيلة حطينه بالعاصمة مثلا الأقليات حطينه كمان بالعاصمة يعني بس نقلوه محلق فيش أقليات يعني ممكن فيه أقليات بزحلة أو بالمات ما كتر ما فيه بيروت الأولى بالوقت المتبقي بعد عنا بس كم دقيقة بقدر الإمكان مختصر أستاذ كمان فغالي بالمشهد الانتخابي شوف رأت يعني نحن عم نحكي عن بعد شهر وكم يوم عن الانتخابات شوف بعد ما في حماس مطلق حتى مش عم بحكي عن المزاج المنتخب حتى تركيبة اللوائح الإعلان الانتخابي كل شي بعد ما صار مش عالسكة وبحماس متل ما نشوف بالألفين وطمتعش بالانتخابات سبع شو شو سبب هيدا التأخر يلي بعد ما كأنه بعد ما ما فتنا بالجو السبب هو اللي بلشنا فيه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية يلي قدت لانهيار منظومة الناس فقدوا ساقتهم فيها يعني أدارت بشكل سيء الوضع الاقتصادي وصلنا لهون عم تقولون تعون تخبوني بلا ما تقدمون لو وعودوا للشي يعني إذا بتشوف يعود وبرامج عم تقول إلي في برامج وعود مان ذاتهم يعني وكانوا فين يعملون ما عملوا شي هايدي إذا بدي كان مختلف نفس عم بحكي شو نتج الأحزاب الكبيرة حاسين بقربات يعني حزب حاسس مش عم بيلاقي حلفة خدوا بالمتن مثلا يعني في مشكلة كبيرة بتركيبة اللوية يعني القومية كانوا وقفوا تحالفوا مع العونية بسبب إنه مرتشين فيه سكرم بهالوقت راحوا تحالفوا مع المر ورجع أبعدوا فيه سكرم راح تحالف مع العونية بقيلوا انت حالف عكار شميل التالتين عكار أولى وعكار شميل الواحد وشميل الثلاثة وضع علي الشوف وعلي الشوف يعني الجبل الأربع فالعونية قالوا يا بنكفي مع المتن يا بنفك هلا مش عارف مش تحيدوا بقى يفكوا هنا ونرتبطوا مزيوا فيه أسباب سياسية يعني حزب التشنك شو بديوا يعمل الأشرفية يعني تشنك بيعمل حسابيتهم حزب التشنك ولوحدة والأشرفية بيربح مع قاعدين بلا التحالف أكيد عامل حسابيتهم وزارة هتحالف يمكن يربح مع قاعد تشنك يربح الحلفة بأصواته يعني يقدروا لأنه مش مثل المتن المتن وقت يروح كل أصوات التشنك رح تجو لمرشح التشنك التربح بيكونه بين الأوائل بينجح يمكن ينجح حبل التواقف الأخرى بس وقت يكون فيه كتير مقاعد ثلاثة أو أربع مقاعد للتشنك معقول أصواته يستفيد فيها هدا تاني فأحسن يروح لوحده وبيكمل لاحة من الناس رح يروحوا على ما نسمع من المعنيين هنه شو رح يخضوا الأرى أنا بدأ أشكرك أستاذ كمال إفغاري مدير مكتب الأحساء والتوسيق شكرا للمعلومات اللي عطيتنا إيها الله يعطيك العافية نأمل أنه يكون فيه انتخابات ويكون بهذه الانتخابات مش قصة وعود أو برامج انتخابية أو إلى آخرين يكون غزائية عالمية نحن نتفرج بذل ما نعمل خطط لأمن الغزائي اللبناني شكرا